بحرص الحقيقة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان الاهتمام ورعاية الموهوبين إلى أبعد مدى مدى بتاع أن أنا لازم أوفر له كل الدعم كل الإمكانيات عشان الموهوب ده يتطور وابدأ أنمي في مهاراته طيب مش بس كده أبدأ أنا كمان أتواصل مع الكشفين الكبار أقول له تعالى بقى إيه؟ أنتوا يا جماعة بتوعوا الأندية الأوروبية الكبيرة تعالوا تفرجوا على الولاد بتوعي وبالفعل كبار كشفين أكبر أندية في أوروبا جايين على مصر بإذن الله أول أغسطس الجاي قولوا إن شاء الله ومعاهم مجموعة من المدربين ورؤساء قطعات الناشئين في أشهر أندية أسبانيا بارسلونا أتلاتيكو مادريد ريو فاليكانو ريال بيتس سال تافيجو وهكذا وبلد الوليد بالمناسبة جايين يشوفوا اللاعبين النجوم الموهوبين بتوعي بتوعي الموسم الأول من كابيتانو مصر يجوا يشوفوهم على أرض الواقع ويختاروا الأبرز للسفر لأسبانيا ويقضوا هناك معيشة فترة للمعيشة مع الفرق بتاعة الناشئين التابعة للأندية اللي أنا كنت لسه بقول لك عليها إيه ممكن يبقى أفضل وأحلى وأزكى وأروع من كده فيما هو متعلق بكورة القدم توجد الكشفين في القاهرة برفقة رؤساء قطعات الناشئين في هذه الأندية وكلاء اللاعبين أو وكيل اللاعبين العالمي جون فيولا جاي في إطار بروتوكول التعاون اللي ما بينه ذات الشباب والرياضة ما بين الشركة المتحدة مجموعة كبيرة جاء شركة شوكيس برئاسة شريف حجازي الكل يستعد لأنه خلال أغسطس اللي جاي هيبقى فيه عندنا بقى إيه معسكر ده شوكيس أفريكا لإكتشاف أو أفريكا أنمينة اللي هو ميدل إيست وشمال إفريقيا نورث أفريكا عشان نكتشف المواهب في كورة القدم طيب هيكتشفوهم ويشوفوا الولاد فين على ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة طيب إحنا هيشارك عندنا كم موهوب بقى من كابيتانو مصر خمسمائة موهوب من مصر ومختلف الدول الإفريقية فتبقى مصر هي الأمبرالة المظلة الجامعة للمواهب الإفريقية كلها المراحل العمرية من 17 ل 23 سنة طيب القائمين على هذا المشروع بيستعدوا لو مشروع كابيتانو مصر خلق الأيام الجاية بيستعدوا للإعلام بقى عن التفاصيل والموعيد بتاعت الاختبارات اللي بتاعة الموسم اللي جاي اللي هو الموسم التاني لكابيتانو مصر واللي بيتعارض على On Time Sport وفي نفس الوقت وهو بقى عشان هيتعارض هتلاقي يواصل نجوم المواسئة الموسم الأول من هذا البرنامج التدريبات اللي محطوطة وفقا للبرنامج شديد اللي الدقة زي ما يتقال شديد الحوكمة بتعبيرات أخرى علشان هذا البرنامج معمول من جانب لجنة فنية بتاعة المشروع ده يرقصها الدكتور محمود سعد اللي لي مني تحية كبيرة جدا على اللي عملوا في كابيتانو مصر بصراحة وبتخصص وزارة الشباب والرياضة وطبعا بتعاونها مع الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية سبع مراكز للتدريب في سبع محافظات مختلفة القاهرة سكندرية اسماعيلية الغربية الشرقية الدأهلية أسيوت عشان تتعامل المعسكرات التدريبية لنجوم كابيتانو مصر عليها فيشاركوا خلال الموسم المقبل بإذن الله في دور الناشئين والقطاعات وكمان تم تخصيص الإعداد أو فريق للإعداد البدني فريق للإعداد النفسي في كل مراكز التدريب السبع اللي قلتلك عليها وده بقى إيه؟ عشان ننمي القدرات البدنية والزهنية والنفسية يبقى اللعيب بتاعنا جاهز قول إن شاء الله للنجومية